أكو نوع من العراقيين إيرانيين أكثر من الإيرانيين أنفسهم يعني طبعاً أكو أمريكان أكثر من الأمريكان أنفسهم أكو سعوديين أكثر من السعوديين أنفسهم بس نحن بالنتيجة المحصلة النهائية أمريكا ما عندها ميليشيات بالعراق السعودية ما عندها ميليشيات بالعراق التركية ما عندها ميليشيات بالعراق حتى لو أكو لكن على الأقل مو بالمستوى الواضح المعلن العقائدي الموجود بالفصائل المرتبطة طيب شغيت معذرة لمقاطعتك هذه الإشكالية بالحقيقة تصدرها أنه عندك مشكلة ويا كردستان أو كردستان عندها مشكلة وياك كردستان عاصمة للموساد كردستان عاصمة للفساد بس لا تنسى في نهاية المطاف أكو حقيقة وحدة يجب أن تكون واضحة وهي الحقيقة أن أزمة هذه الفصائل بجوهرها مع المرجعية بالنجم مو مع مسعود برزاني ومسعود برزاني مع مقتدى الصدر بالحنانة مع التشرينيين بالناصرية وبالسماء والديوانية وبغداد طيب شغيت مع أسعد العيداني اللي يريد يبني البصرة مع المياحة اللي يريد يبني واسط أزمة الفصائل مع محافظة الأنبار والحلبوسي مو قصة مع كردستان فقط شغيت إذا سمعتني وقت ما عندي يجب أن نوصل بس بهذه الجملة أختم بهذه الجملة يجب أن نوصل إلى اليوم اللي يقعدون بقادة السنة والشيعة والأكراد وبقية مكونات العراق مع قادة هذه الفصائل جلست مسؤولين ويقولون لهم شكرا لخدماتكم جاي تقبضون بس فلوس للحشد ثلاثة مليار بالسنة دولار معنات تقبض الثمن باهض مقابل خدماتك إضافة إلى الامتيازات شكرا لخدماتكم قطونا مجال نبني الدولة هذا يجب أن يأتي هذا اليوم ولكن متى لا أدري